اجتماع مجلس الدارة النهاردة يا فنديم نعم حنا نوضح الرأي العام يعني نوضح المنتصر به ومرضى به اللي حصل فعلا نعم تمام من اللي كلمك من مجلس الزمالي؟ حذر قلتلي انه علاء مقل تكلم اختار معاية اصلا تليفوني كنت انا في اجتماعات وكنت اعمل تليفون سايلا فتكلمني اللي هو علاء ناجي ناجي اه اه اجتماع في مجلس الدارة لا مش مجلس الدارة عزو مجلس الدارة ساعة اربعة اه ما اذكرش حاجة اه مالكش اي قصة؟ لا انا مكنتش عارفة ايه حاجة لما انتقل لا انا نكلمنا حظاك بعدها فقط لغير شايف اللي حصل ده ليه مبغى ولا حد اه عايز يعمل فتنة عايز يعمل مشكلة فتة رشد مثلا باللوة ومصطفى لا لا ان شاء الله انا فيش حاجة لا انا نتكلم على سوشيال ميديا نتكلمش على النادي لا 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 انا علاقتي مع كل الناس وممتازة جدا لا نتكلمش على المصطفى المتادرة لا نتكلمش على الصفحات اللي اخرت الفيديو وحاولت تقدمه بشكل معين او بوجهة نظر معينة حل الصفحات سوشيال ميديا عاماتا يعني كل الناس بتحب تتزود في كل الموضوعات اه انا ما فيش ترفصة طبعا فيش التمام موجه لحد ما حاولتش تكلم المصطفى المتادرة تقول له من الساعة ونصحة سديني مقلوبة على السوشيال بيت او حذك ديو بعد ما فين نكلم مقلوبة مقلوبة حفي ذلك نت قلمتني كتير بس انا معردش ان كنت في اجتماع او وانا انا .. قاله ايه رجيت عشان انا itになؤلم له وهتسلم المدالية للادي الزبالك للعب اللي هستحقها معناش انتني ايه بقى دي لو اللعب اللي مخدش يعبد وهو زي ما قال معنا دقات الكابتن خشبة اني مفيش نادي ومفيش اداريين او لعبين ناقصهم مادليات ودي مادليا خاصة باحد اللاعبين في جهاز الزمالك او اداريين مطلعش يستلم نتيجة ان كان الزمالك مهزوم في هزيمه مفاجأ وكده هاداك مبارا اصلا كنت مندوب بالمجلس الادارة انا والستيزة حمد مرتضى تمام مفيش اي احد من اعضاء مجلس الادارة تواصل بحددك احبين هاداك تواجه رسالة للناس ولذلك الناس انت متاسق ان الوحب Никل اسكن لديه ميديليا اولا رقم واحد الزمالك خد المركز الثاني يستحق المديليا الفضية فدي مديليا الفضية تؤكد انها لي نادي الزمالك قال ان المديليا ليس لها اي قيمة اه رقم اتنين كما قال معنا كابتن خشبة قال ان المديليا ليس لها اي عائد مادي وليس لها اي قيمة مدي ونحن نريد أن نسمع تفسير لأنه لأثار الأمر مجموعة من الفيديوهات ثم بيان المستشارة المرتضى منصور فهو هذا هو عمل الربكة فنحن نعرف من حاجة تحليلك الشخص كيف هي تحليل المدينيات الثانية فأنا أضعها تطف جيبي لا أعرف أن كل ناشئة موجودة وأنا أقوم بعمل البساطة أيوة لا يوجد شيئا في الدرق لو كان هناك شيئا غلطا لم تكن أخذتها